أمام مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلوكي تعهد المرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية دولار ترابي محاربة التضخم الآخذ في الارتفاع خلال السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة وأنقاذ البلاد من تبعات الإدارة الحالية على حد تعبيره نداد ترامب بوصول العديد من المهاجرين إلى الحدود متهما منافسه الرئيس الحالي جو بايدن بالمسؤولية عن التدهر الذي أصاب الولايات المتحدة بحسب بلومبرغ بيزنس ويك يطرح ترامب خطة جريئة وشاملة للاقتصاد الأمريكي تتضمن رفع التعرف الجمهوريكية بشدة وتخفيض ضرائب الشركات لكن خطته لترحيلات جماعية لمهاجرين غير نظاميا من شأنها أن تزيد الضغوط على سوق العمل التي تعاني أصلا من شح اليد العاملة